بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدأ في اول حلقة من ايجاد الروتز من طريق باستخدام في البداية احب بقولك ان البيسكشن جي اسمها منين? لو انت عندك شي ده اللي وليكن بالمنظر ده. فالكون الروت بتاعها دايما الحاجة اللي انت بتلاحظها عشان تجيب الروت بتلاحظ دايما ان الروت بيبقى بين القيمة الف اف او اكس بتاعتك بتبقى قيمة موجبة وبين الف اوف اكس بتاعتك التقيمة السالبة يعني ان الاخر دايما الروت هو عبارة عن القيمة اللي بتقطع محور اكس وده صاحب النظرية خبلوا منها ان دايما اي روت لازم يقع بين f of x قيمة موجبة و f of x قيمة سالبة يعني من الآخر قطع x axis سواء هنا أو هنا أو هنا فالتالي ده root فعشان يقدر يحل الكلام ده قال لك طيب إيوانا دلوقتي أول حاجة هقدر أحصر الroot بتاعي من فين لفين الانترفال بتاعتي وليكن مثلا من عند x بتساوي إيه لحد x بتساوي بي وهبدأ كل مرة أجيب المتوسط بين النقصين دول نقطة في النص ما بينهم وهبدأ بعد كده أعمل تس أشوف النقطة دي والنقطة التانية سواء الA أو الB هل الإشارة بينهم واحدة موجبة وواحدة سالبة إذن يبقى فيه بينهم رود تاني وهكذا يبقى كل مرة بيبدأ يصغر الانترفال يبقى أول مرة مثلا جاب في أول اي تريشن ال x واحد جي تاني مرة أخد المتوسط بين ال x واحد بينها قيمة موجبة هنا ايه وبين ال x اللي هي قيمة ال B كما السلابة بي أكيد بين ال x دهيا وال x دهيا فيه ايه في رود ويجاب منها مين الساكند اي تريشن اللي هي ال x و نوت وهكذا لحد ما توصل لقيمة لو انت عوضت بيها بالفونكشن السلم اديه لك في المسألة اديه لك فيها الزيرو اذا في الحالة دهيا انت كده فعلا جبت ال a رود طيب عشان تجيب المتوسط افكرك تبقى من المتوسط لو انت عايز تجيب ال point اللي هي النقطة اللي في النص هنا اللي بين ال a وال b كان عبارة عن ايه تجمع النقطة ايه لاصل النقطة b على ال 2 طيب تعال نبدأ نشوف المثال ونحل عليه بيقول لك جب لي الروت بتاع ال اكويشن طيب افكرك تاني الروت هو عبارة عن ايه عبارة عن قيمة اكس اللي بتقدر تخلي المعادلة دي كلها بتساوي مين بتساوي زيرو اللي موجودة عندك في الانترفال واحد و اثنين طيب خلي بالك واحد و اثنين دي كده انترفال في بغض الناس بيفتكروا ان الواحد و اثن دي نقطة لا هي دي عاملة زي مين اكدنا بيقول لك كده فترة واحد و اثنين فدي الاقواز دي معناها لانت ايه open الفترة بتاعتك مفتوحة عندي الواحد و الاثنين مش شخصة مكفل الفترة بتاعتك using ايه البيسيكشن يبقى كيمة البيسيكشن احنا قلنا معناها ان انت في في النص نقطة ايه دي الروت بتاعتك طيب ادي دلوقتي لو احنا عايزين نعملها على خط الاعداد دي نرسلت الواحد هنا ورسلت الاثنين روح عوض بالفونكشن هنا عند الواحد خلي كل دي في اكسب واحد هتطلع القيمة بتاعتك ايه تبقى ثالب ولو جيت عوضت عند الاثنين هتطلع عندك القيمة موجب طيب لو انت جبت المتوصص ما بينهم هتلاقي اني واحد خلاص اثنين تلاتة تلاتة على اثنين ادي كام واحد ونص ادي دي القيمة أو البي واحد انت جبتها طيب لو انت جيت عوضت بالواحد ونص فوق هنا في الaque trenches هتطلع لنا كده لك ايه الاشارة الموجب طيب السؤال تلوقتي هلاخد الحل ده الوقتي عاندي واحدة سالبة واحدة موجبة والان انا جبتها الجديدة بقت موجب طيب السؤال تلوقتي ااخد الواحد ونص مع الاثنين ولا ااخد الواحد ونص مع الواحد روط يبقى في المنطقة دي ولا في المنطقة دي هتلاقي نفسك تقول والله دي اشارة سالبة ودي اشارة مجابة اذا بينهم في روت كان هنا كان الكيرف كان هنا وطلع خبط في نقطة هنا وطلع بقى ايه بقى مجابة اذا الروت موجود هنا تبليميش هنا اين دي مجابة مجابة معنى كان الكيرف لسه فوق فبالتالي ما اعطاهش من ال اكس اكسس بتاعك طيب فهتلاقي نفسك ايه برضو بتاخد المتواصل بين النقطة اللي هي الواحد ونص وبين الواحد بتجمحهم وبتقسمهم على الاتنين هيديك ايه النقطة التانية وبعد كده ايه وهكذا طيب عشان نبدأ نعمل اي تريشن بطريقة سهلة طبعا ممكن تعملها على خط الاعداد زي ما انا عملتها كده لو انت عايز تعملها براها تبقى فاهمها بدون اي حفظ او اي حاجة او ممكن تشتغل في طريقة كده هو يضرب النقطة اللي جابها مرة في النقطة اي ومرة في النقطة بي وبيبدا يختار ايه النقطة ما بينه نقطة اقل من الزيرو او اقبر من الزيرو انا شايف كل الطرق دي ممكن تبقى موقعة شوية فالخطوة القوة السيستماتيك قوي ان انا ببدأ عاملها دي ان انا بعمل الجدول اللي قدام اضربكو ده بتلاقي ان عندك الان هو رقم بتاعك الاي هي النقطة الاولانية والبي النقطة التانية انا مش فارق معي مين فيهم الاي ومين فيهم البي بي بيديك واحد واثنين هنا فانا مش فارق معي مين فيهم الاي ومين فيهم الاي البي طيب الخطوة اللي بعد كده بتبدأ دلوقتي تجيب النقطة بتاعتك اللي هو متوسطة اللي بين النقطتين اللي هو ايه بلاس بي على اثنين فتلاقي ان انت ايه بتجمع كل مرة النقطتين وبتقسمهم على الايه على اثنين طيب الخطوة اللي بعد كده بجيب قيمة الفونكشن عند الايه بعد كده قيمة الفونكشن عند البي يعني بقوض هنا مرة بالايه وبقوض مرة هنا بالبي وبعوض مرة هنا بالنقطة الpoint اللي هي الروت بتاع تكفيين سعب نسميها بي وبعد المراجب تسميها R وفيه مراجب تسميها XR اللي هي الروت بتاعه كلها مسميات بس لنفس الحاجة طب اما انت حالك بتعمل ايه بيجيب حاجات ديه تلات نقطة وقامهم تلاتة ايه تلاتة اوضاط في المعارض طيب هتلايني فيه فيديو انا شرحه بدلا ما كل شوية تقعد تكتب واحد باور ثلاثة زائد اربعة في واحد تربية نقص العشرة وتدوس يساوي اما تجي تلاتة الاثنين تكتب اثنين باور ثلاثة زائد اربعة في اثنين باور اثنين نقص العشرة وتدوس يساوي وهكذا لا هتلاقيني فيه فيديو انا شرح لك بتجي فيه القيمة بتاعت او بتكتب المعادلة كلها بدلالة ال X وتبدأ كل مرة تقول له calc عند الواحد يروح automatic حسب لك العطول عند الواحد يشير كل X ويحط بضالها واحد ومرة عند الاثنين ومرة عند الواحد نصف فتلاقي ده ايه؟ ال runtime بتاعك وسرعتك في الحل وكمان بمجهود اقل وبتحقق نفس ده النواة وطبعا نسبة إيرو بتبقى أقل يعني فحاولت شوف الفيديو ده هيفيدك جدا بعد كده طيب نسترجع تاني الخطوة انا او من ديرك هنا عند ال number of iteration بتاعتك ايتراتيشن رقم 0 كان عندك الواحد والاثنين اللي كان given بالنسبة لك احسب ال B بتاعتي هي واحد ونصف طيب اجيب لو ما تيجي تعوض هنا عند النقطة عند الواحد هيديك هنا سالب ما تيجي تعوض هنا عند الاثنين هيديك هنا الاشارة بتاعت ال F بمجاب انت مش مضطرة تكتب الراقع انا بس عايز اعرف الاشارة سالبة او مجاب ما تيجي تعوض بالنقطة بتاعتك اللي هي الواحد ونص هديك الاشارة مجاب طيب السؤال دلوقتي دي كده كده انا هاخد ال F و B كي انا هاتي معي بس لازم هتستبدل واحدة من الاثنين دول لما هستبدل نقطة A لما هستبدل نقطة B طيب دلوقتي ال B دهيا هتخش محل مين هتلاقي دوقتي دي سالب ومجاب ودي صلعت مجاب يبقى الموجب بقى الروض بتاعي هيبقى بين الموجب والموجب ولا الموجب والسالب سمعك بالضبط كده زي ما انت قلت فبقى من السالب والموجب لازم اشارتين مختلفين يبقى اذا ال F of A هتنزل زي ما هي وال B دهيا هبدأ اكنسلها ودخل اشارة من ال F of B نفس اللي انا عملته هنا من تلوقتي ان انا دخلت ده فبالتالي النقطة بتاعتها لازم تنزل معاها فبالتالي نقطة B هتحل مكان ال B دهيا وهتنزل زي ما هي كده دي اول فبالتالي نفسك ال 1 هتنزل زي ما هو انت اصلا كنت تجايبه وابلي كده بسالب مش مطرد الحسابه تاني هتلاقي ال B دهيا نزلتها لها 1 ونص وانت كاكا نزلتها هنا برضو بقت بايه وموجب فمش مطرد الحسابه طيب ابدأ احسب النقطة الجديدة بتاعي يعني انت هنا كل اللي انت حسدته هو مين هو انت حسدته الرقم ده جبته ازاي هو عبارة عن ال واحد زاد واحد ونص على ال اتنين هتديك واحد وربع طيب اشارة ال واحد وربع دي طبعا ده اي جيفن معاها من اللي فات وده جيفن معاها من اللي فوق هتديك اشارته بكام سالب جبتها ازاي عواطف في الفونكشن دي طرح بكام بسالب طيب حاليا دلوقت السالب ده هيا تبدأ اخدها مع المجاب ولا اخدها مع السالب الزياب هتقول لي لا اشارة سالبة لازم اخدها مع المجاب اسا السالب داي هتخش طيب هتخشه مع مين مجاب ده هيا يبقى المجاب داي لازم برضو يتخش هتقول لي الزاتك من اسمها بي. مش فرق معاك. هي الاول بي دي. دي اسماء متغيرات. مش فرق معاك. اهم حاجة نعز من قطتين. واحدة اسمها ايه واحدة اسمها بي. مش فرق معاك. فهيبقى عندك دي. تبدأ تنزل معاك هنا. بإشارة الموجابة. وفي نفس الوقت. البي اللي نزلت معاك هنا. هي هي اللي هتنزل معاك هنا. طيب. هنا انت دولت دي هتخش معاك. صح? عشان تبقى عندك إشارة موجابة وإشارة سالب. فدي هتبقى سالب. زي ما دي دخلت هنا. فده انت كتبه. وإشارة دي والإشارة دي كتبه. بناء على القطول اللي قبله. هتلاقي من انت بتحسبه دلوقتي. في الجزء ده. احسب ازاي الجزء ده. هتقول لي واحد ونص. زائد واحد وربع. على الاتنين. هيديك واحد بوين تلاتة سبعة خمس. طيب. احسب. دخل الرقم ده فين. في الإكوشن اللي فوق دي. هتديك إشارة ايه موجابة. طيب. دلوقتي ظهر معاك إشارة موجابة. حل. هدخلها مع السالبة. ولا. مع. الموجابة اللي قصدها. هتلاقي نفسك دي. موجابة. دي ك Official. يعني الكرة دي كنتone Medzk. يعني اللي دايما هتلاقي إن الخطوة دي دايماً. بتنزل معاك. دايماً الخطوة دي. بتنزل معاك. ليه؟ لان اللي أنا Celtic będzie كمل على حل. بعد كده هتلاقي ندي من نزل معك إيه بقيت موجابة. زي ما دي نزلت automatic. قمة البي بتاعتك اللي هي هنا دي. هتنزل معاك ايه.じق بهما هذه نزلت معاك. طيب. هاخد مين بقى…. هتاخدت الحل D اللي هتنزل هنا ولا دي اللي هتنزل هنا. هتلاقي نفسك انت خط اشارة موجب. يبقى اكيد الاشارة السالبة اللي هتنزل هنا. فهتلاقي نفسك بتاخد مين ده? هو اللي ايه? اللي بينزل معك ايه هنا. ونفس الكلام هتلاقي ان الواحد ورب حقيقة بتنزل معك فين? هنا. طب مني الناقص هنا. نقص لك مين? الرقم انت تبدأ تحسبه ده. اللي هي عبارة عن واحد وربع زائد واحد بوينت سري سبن فايف على الاتنين. هتلاقي نفسك ده لك ايه? واحد بوينت تلاتة واحد ايه اتنين خمسة. ده ايه الرقم اللي ظهر معك. طيب. عايز تكمل بعد كده براحتك. بس دايما ده بيجي بناء على العدد اللي بيبدأ الدكتور يحددولك فين في الامتحان. بالغالب بيبقى من بين تلاتة لخمسة عشان وقت الامتحان. طيب. هتلاقي نفسك نفس الكلام انت عايز تكمل يعني هتجيب اشارة الكلام ده ايه? بسال. ولكن انت مجرد ما تطلع الرقم ده انت كده خلاص انت خلصت. ليه? الروت بتاعك هو قيمة الاكس او اخر قيمة point انت قدرت توصلتها. ليه كان واحد بوينت تلاتة واحد ايه اثنين خمسة. يبقى انت فعلا الابروكسيميشن طلعت ده. لو انت جيت حالة النفس السؤال ده على القالة. طبعا هيديك هنا كم روت? هيديك تلاتة روت. عشان دي معادلة من الدرجة التالت. طيب. انا دلوقتي اللي بجيبه الروت بتاعدي بجيبه فين? انت اللي بجيبه فقط الروت اللي موجود في الانترفل دي. دي بس القيمة الوحيدة اللي انت بتبدأ ايه تحسبها. طيب. لو انت جبت بالقالة المحل المعادلة دهيا هتلاقي انت الرقم اللي بطاعدك كان واحد بوينت تلاتة ستة خمسة اتنين. طبعا الرقم هتلاقي ايه قريب جدا من الرقم اللي هو مدولك. وخلي بلا اللي عملنا كام? عملنا تلاتة اتريشن بس. مش اكتر من كده. ما بلا بلا عملت مية او ميتين طبعا كده ايه بالسوفت ويه. آآ فهتلاقي فعلا ايه الرقم قريب جدا ايه. وده انديكيشن اللي انت ايه حالي الرقم صحب. طيب ننتقل لسؤال تاني. هتلاقي هنا بدي لك اكويشن جديدة برضو من درجة تالتة. ويبقوا لك حلها بالايه بالبايسكشن. بس هنا السؤال هنا مدلكش الفترة اللي انت تجيب فيها الروت. او مدلكش من في اللي فين. فانت دروقتي هتحلي السؤال ده عادي عالي. حلها آآ حلها على الآلة عادي خالص. ويجيب اقل روت يظهر معك. هتلاقي ان اقل روت يظهر معك هو كام? 0.6758. ده الرقم اللي ظهر معك على الآلة. طيب يبقى انت دروقتي كده افرد الفترة بتاعها. افرد الفترة بتاعتي وليكهم كام? دي ستة من عشرة فتقريبا من زيرو لحد الايه الواحد. فتعال دروقتي كده سمي اي واحدة فيهم. الايه? وليكهم الزيرو. وسمي اي واحدة فيهم مين البي? اللي هو مين الواحد بتاعك. طيب. فهتلاقي ان انا كده ايه? هدي عندك الايه والبي تقدر تجي مين? البي بتاعتك. اللي هي عبارة عن كام? واحد زي الزيرو بواحدة على اللي هيديك الايه? النص. هتبقى لك ان اول اي تريشن جاب لك نص على طول. هي قرائبة جدا من ستة من عشرة. طيب. اللي هنعمله بعد كده. ابدأ اجيب اشارة الايه? تبقى بسالبة. وإشارة البي مجاب. خلي بالك بردو. انت بتجيب الفترة بتاعتك. لازم تتأكد. هي مش من زير الواحد بردو. يعني جات كده. لازم الزيرو الواحد. اما تيجي تعوض بي ومنها فوق. لازم يكونوا بيطلقوا اشارتين مختلفين. لازم يكونوا بيطلقوا اشارتين مجاب بينهم. عشان بالتالي النقطة تظهر معك في النص. تبقى بيشارة ايه? بينهم وهم الاثنين. فما ينفعش تاخد. مثلا يبقى الزيرو يطلع لك مجاب. والواحد يطلع لك مجاب بردو. فبالتالي مجاب ومجاب ده ما قطاعش مين? ما قطاعش الايه? الاكس اكسس بتاعك. فغالبا هتلاقي ان انت لو ظهر عندك روت بالقالة في النص. غالبا اخد رقم قبل ورقم بعده. غالبا الرقمين دون هتلاقي ايه? في فرق بينهم في الاشارات يعني. طيب. وفي الغالب اكتر لانه هتلاقي ان الدكتور اصلا بيدي لك الفترة عشان كلكو توحدوا لحل بتاعك. ولكن هو لو عايز يعتمد على الفهم بتاعك فممكن يسيبك. طيب. اول نقطة يا شباب هتلاقي ان ان هو مندي لك هنا. ده لك نص. اشاريتها بسالبة. طيب. السالبة دلوقتي دي اشارة سالبة. فدي كده كده هتنزل هنا. فبالتالي برضو دي هتنزل هنا. زي ما بعمل حركة هنا. مرر زي هناك حتى. طيب. ابدأ اخو مين? هل السالبة هي اللي تنزل? ولا الموجة هي اللي تنزل? قلت له والله دي سالبة. يبقى اكيد النقطة التانية هي مين الموجة. بينما بقى دي اسمها ايه او بي مش فرق. وفي الاخر نقطتين بجيب المتواصمة بينهم. انسى فكرة الايه والبي دي. طيب. نفس الكلام زي ما انت هنا نزلت النقطة دي كده. فانت دي ايه هتنزل معك. بقى دلوقتي مين? ادي واحد. و ادي. النص. واشاريتهم كده كده. جاي من ايه من الخطوة اللي بعدها. طب ناقس مين? ناقس الرقم ده. والاشارة بتاعه. اتلاقي الرقم ده بجيبه ازاي? بجمع الواحد والنص. اتلاقي واحد ونص على اتنين هدي الكام ب 75 من مية. احط اوض دي هنا فوق. اتلاقي ان ده بيدي لك ايه اشارة موجة. طيب. نفس الكلام دي اشارة موجة. دي كده هتنزل. طب اخو مين? هل السالبة اللي هتنزل? ولا الموجبة اللي هتنزل? لا. هخو مين? هنزل السالبة. لان التانية الموجبة. طيب. زي ما انت عملت حاراتين دول اعمل نفسي حاراتين هنا. هتلاقي من الرناليس معاك. او هتلاقي النقطة اللي هتحسبها لي كم? oh.a.625. هتبقي تحسبها. او وبيها فوق هنا. هتلاقي من دي لك كم؟. من دي لك سالبة. طيب ااني نقطة في من الها تنزل يا شباب. هتلاقي اللي انت السالبة لازم تاخذها. واتاخذ الموجبة ايه المضادة ليها هنا. ابدأ احصل كمان نقطة ال البي بتاعتك. هتلاقي انت ايه بتقلع معك ايه بحوالي كام تمانية وستين من مية. وانت اصلا الحل اللي انت جايبه بالقالة هو كام سبعة وستين من مية. طبعا هيبقى فيه تقريبات بعد كده. هتلاقي نفسك الايه ان ايه الرقم قريب جدا للرقم بتاعك. فدي خاطر بناشر. فيه ناس ممكن يقول لك لا انا هاخد الفترة بتاعت من النص الواح. طبعا عند عدد بتاعتها تقولها تبقى ايه اقل وهايديك ايه? دقة اعلى. كل ما انت بتقرب له النقطة. فانت ايه? كل ما انت ايه? بيكون الرقم بتاعك ايه? بيوصل اسرع ليه? بالمع είναι اقلى. في النهاية اتمنى يا رب يكون الشرح مفيد. اااا لا استفدت متنساش متعملي دعا واحد. شكرا.